عقد وفد الجمهورية العربية السورية لقاءً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا وذلك في مستهل محادثات جينيف المبعوث الأممي الذي أشار قبل ساعات من بدء محادثات جينيف إلى توقعه عدم حدوث اختراق قال بذات الوقت إنه سيكون هناك زخم مستمر ديمستورا وحول العملية السياسية توقع كذلك أن تكون هناك جولة محادثات من شأنها أن تغوص في تفاصيل وعمق الأمور السياسية المطلوبة لإطلاق العملية السياسية دون شروط مسبقة ومع هذه التطورات موقف روسي واضح شدد عليه مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جينيف أليكسي بورو دافكين الذي قال إن الولايات المتحدة لتملك موقفا محددا بشأن سوريا مرجحا أن الأمريكيين يحتاجون لوقت لصياغة موقفهم المسؤول الروسي أوضح أن الإدارة الأمريكية خرجت عن التعاون في مكافحة إرهاب بذرائع مزعومة مذكرا بأن مكافحة الإرهاب في سوريا ستبقى هي الأولوية حتى يمكن المضي في طريق التسوية السياسية للأزمة معطيات وتفاصيل كثيرة تحيط بمحادثات جينيف والتي تأتي بعد اجتماعي أستنى حيث تم التركيز على تثبيت وقف الأعمال القتالية وفصل من يؤمن بالحل السياسي عن الإرهابيين